البرسكت عشان نعمل لحمة مدخنة تعرفي تعملي يا بوسنة البرسكت؟ لا انا مستمعيك احنا جاينلك تعالي نروح له الاميس الصوت بعيدة عشان تعملي البرسكت بتجيبي قطعة الكتف دي بتاعت العجل من عند الجزارة والسوبر ماركت اللي انت بتعمل الكتف دي مهمة جدا قطعة البرسكت بص القطعة بتاع البرسكت يعني هي كتف؟ هتجيبي فيها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة او ستة قطع عظم بتاعها بص القطعة من الجوة عاملت ازاي حسني واحد اتنين تلاتة اربعة خمس مش قبل الريش بالضبط من الكتف من فوق تحت فوق الريش عشان تبقى فيها لحمة تمام؟ زي ما انت شايفت كده خدي بالك بقى طريقة التسويتة صعبة جدا خدي بالك اهيه هنشيل الفات هنشيل الفات وبعد كده اجيب ملح خشن ملح خشن خدي بالك مستفاصيل قولنا دي لحمة دراي ايام ما كانش فيه تلاجات وحفظ كان بيعملوها بالطريقة وبعتمودة دلوقتي بص بيعمل زيادة الكنافة ازاي بص بص يا دلعة ايه الدلعة ده انا اروح اوفستيشن الكنافة دي طول اليوم وحط فلفل خشن فلفل خشن وملح خشن شل الحاجة اللي في الفرن يا ربيع وهدي ملح خشن ده ايه ده رز واضغط عليه كده وبعد كده اتكه على الحطة اللي فيها العب برضو فلفل خشن وملح خشن وحطها على جريل زي دي كده خد بالك بقى واعمل التدبيلة بتاعتي ماينفعش عملها بالنعم ليه الخشن بقى عشان ده بيدوب اي مواد فيها دهون كل حاجة مية اي حاجة تنزل منها لانه دراعي بعد كده احط سلسة حرة احط وشستر سوس وشستر سوس احط سويا سوس وحط سموك سوس سموك سوس وبعد كده احط شوية ملح وشوية فلفل بسيط وشوية شتى وشوية توم بودر واقالي بالكلام ده كله مع بعض انا كده مش شايفة انا بفكر واعمل ايه بصي ادهن وعدواي حاجة احنا طايمين احنا بنعرفش ان قاوم ااكلة فاصلة انت هسيام بقى كل سان طيبين اهم حاجة الفحن نشل السنية اللي جوه عشان الفحن ده السوس بعد ما حطيت الخلطة كلها بعد ما حطيت الملح والفلفل الخشن حطيت السوس ده عبارة عن هوت سوس وشوية سوس وسموك سوس وشوية من ثوم البودر وشوية شتى وشوية ملحة كفيف وبصل كفيف الاكلة دي الاثنين يا بوسينا ويا لميس دي الاثنين؟ لا اتنين ايه ده عيلة ده عيلة ده 3 كيلو ده 3 كيلو عيلة بص التركة بقى المهمة بقى انا جبت ايه هو الواجب تتعمل في حاجة مقفولة كويس جدا بصي بقى هنا عندي بقى ايه انا جبت الفحم بتاعي ايه ده ايه ده شغل عيلة ولعته خدي بقى الطريقة بقى حتى يسموك زي ما انت شايفت كده الفحم بتاعي ولحته في النص وسبت اللي حواليه مش مولع يا حسني زي ما انت شايف كان ده فحم مش تولع واللي في النص مولع الواجب كما كان مقفول بس افتحه من حيل الاخر عشان يخش كسوجين ويشغل الفحم احطه فين؟ تحت في الفرن والفرن ما يكونش شغال والفرن ما يكونش شغال اعمل طهي بطيق بالزبط كده واروح جايبة اللحمة بعد ما تبتها مالحقشن والتدبيلة اخدها احطها كده فوق ايه؟ فوق الفحم فوق كده همм مش قريب سوئه بص ايه بايه بص بي حاجاتي الأقناف Brooke ايه انا عندي مكسرات واخلي دي بزاوية كده يا حسني وكرتها كده فور وكرتها كده وعملي وهمش grabs جاو فها عشان ماتكنش لقيه النار مباشره علي اللحمة يكون في حوض مية يبقى الفحمة تحت و المية فوق بتركเ�事 المهم ياحسني هقفل كده لازم أقفل لمدة 12-14 ساعة بس منحل الآخر يا حسني أفتح الفرن كده عشان الكسوجين يخش يشغل الفح